نراجع بس مرة تانية بس نذكر حالنا بالريجيليتر الريجيليتر عندي U-KX K-Vector Rho-Vector وX-Column Vector أضروف K في X بتعطيني Scalar إذا كانوا Single Input طبعا هذا هون عماله بشتغل ك-regulator مش هيك U هي بس عبارة عن minus KX فلما يصير KX0 لما يصير X0 بيصير U0 بوصل ال Steady State Conditions تبعته هذا عماله هو بشتغل هون هذا الريجيليتر موند اليوم إحنا راح نعمل إشي تاني راح نشغل ك-كسر فرح ناخد هذه اللي بلانت A فيها هلأ خلينا نشوف نفحص هاي اللي بلانت فيها إشي مهم إيش الـ Eigen values تبعتها ناخد الـ Eigen values تبعت A الـ Eigen values تبعت A إيش بتلاحظوا فيها 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 بول في الأورجن مش هيك فيها إنتيجريتر إذاً هادي Type 1 System ميزة الـ Type 1 System إذاً دخلت له Step Function ما فيه فبعض راح شغله خسيره بدون ما أستحتاج إنتيجريتر الريح نعمله راح نخلي الـ Output C بيساوي X1 فـ Y راح يساوي C في X ويساوي 1-0-0 X معناها كأني بقول إيش إنه Y بيساوي X1 و X1 هو الريح عمل له و أضربه في بس راح أطرحه من بس راح أطرحه من هلا من نبني من نبني السيستم فهلا راح نبني A و B و C و D أول شيء فرح ناخد A B C D هاي A عملناها راح نعمل B و C و D أول شيء إيسا هاي كوبي هاي صار بنينا هذا السيستم صار عندي A اللي شفناها بشوية اللي استبعتها B وحتى هاي بال و C هاي عندي واحد و D زيرو فراحضوا هون C 1-0-0 معناها هو نفسه و هو X 1-0-0 X 1 هو اللي راح أشغله بالسيرفو مود و X 2 و X 3 راح يظلوا مود اوكي إزا هون كأننا عمالنا منقول إلو X 1 controlled as a servo Y بساوي X 1 X 2 و X 3 controlled as a regulator إزا بدنا نرسم الآن الشكل تبع هذا خليني أطفي هذا شوي نرسم الشكل تبع السيستم راح يكون عندي هاي A B C D هاي اللي في عندي الامبوت هون U لو بشكل هذا ك regulator U شو بساوي minus K X بس احنا مش راح نعمل هيك راح ناخد X 1 X 2 X 3 X 4 راح أضربهم هذول بـ C هذا كأنه هون A B راح أضرب هذا بـ C وهون راح يطلع معي Y بساوي C X فرح يطلع معي بس هون X 1 كأنه X 1 بساوي Y و هون راح أاخد هلأ هذا و راح أسمي هذا R 1 of T وهذا X 1 أولا لك سميه R 1 وهذا X 1 راح نطرح التنين من بعض راح نضرب هون في K 1 لكن كمان إيش لازم أعمل عشان الـ راح أهمل X 1 واخد X 2 و X 3 و هذول راح أاخده هون X 2 راح أضربه في K 2 و X 3 راح أضربه في K 3 راح نجمعهم هذين راح نطرحهم هون إيش عملنا هون؟ هاد عفكرة بيشبهي لحد كبير الـ بس فيه اختلاف وحيد إحنا لما كنا نحط شو كنا نضرب X 1 في K 1 و X 2 في K 2 و X N في K N نجمعهم نضربه في مانس نطرحهم من يوم إذا كان ريجليتر كنا نرجع هاي بس هيك مباشرة ومضبوط فيه اختلاف أساسي هون صار شو عملنا؟ K 1 أو X 1 ما ضربتها مباشرة بK 1 طلعتها هون عن طريق C مش إحنا هيك نقلنا X 1 عن طريق C طلعت هون هلا صارت أفيلبل إلي هلا هاي رح اشكلها كسيرفو هدول رح اشتريلو ك ريجليتر لأنه هدول كأنه الـ 0 0 كأني طرحت هذا من 0 كأني طرحت هذا من 0 وهي منس هون هلا إذا رجعته هون كسيرفو قبل ما أضربه في K 1 طرحته من R 1 كأني إيش عمالي بقول كأني حابب إنه إيش يصير X 1 زي مين؟ زي R 1 زي R 1 يعني عمالي بقول بدي X 1 يصير مساوي لR 1 لما X 1 يساوي R 1 قد إيش رح تصير هادي هون؟ رح تصير هادي 0 أوكي؟ ورح تصير هاي كأنها زي الـ رح يتحول هذا إلى 0 هدول رح تحول إلى 0 لما يصير عندي الوضع زي ما أنا بدي شو يعني الوضع زي ما أنا بدي؟ يعني لما X 2 يساوي 0 و X 3 يساوي 0 و X 1 يساوي مين؟ R 1 هون قد إيش رح يصير عندي؟ input 0 فهذا إحنا هون مشغلين system regulator mode ل X 1 X 2 و server mode ل X ل X 1 ما صارت عندي هلا U رح تزاوي لاحظوا تطلع هون U هلا إيش بتساوي؟ بتساوي R 1 منس X 1 مضلوبة في K 1 ناقص K 2 في X 2 زائد K 3 في X 3 مظبوط هيك؟ تطلع لها هاي مظبوطة R 1 منس X 1 ضربناها في K 1 مظبوط ناقص K 2 في X 2 و K 3 في X 3 رح أفك هذا القوز شو رح يصير عندي؟ رح يصير عندي R 1 K 1 منس K 1 X 1 منس K 2 X 2 منس K 3 X 3 هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن K في X كvector مظبوط فهاي عبارة عن R 1 K 1 منس K في X بتساوي U بطلت تساوي زي الريجيليتر شو كانت لو إنها ريجيليتر شو كانت يورا تساوي؟ منس K X شو صار هلا فيها إشي إضافي؟ R 1 R 1 K 1 وهي رح تأثر على قيمة B منها نكتوبها هادي هنا على جنب U بتساوي R 1 K 1 منس K X إذا بدك خلينا نحط الكي بالأول ف K 1 R 1 تساوي تساوي